اشتركوا في القناة سبالله حارب داعش في لبنان وخارجه وسيعود الى بلدي عندما تنتهي الحرب على الارهاب سيسي يكلف الخوات المصرية باستعادة الامن في سيناء خلال ثلاثة اشهر فتحت تايم حماس بعدم الالتزام باتفاق الخاهرة والسنوار يدعو الفصائل الى اجتماع عاجل في غزة الميادين اونلاين تطلق حملة انقذ اطفال اليمن لاخاذ الضمير العربي والعالمي اعلن المبعوث الاممي الى سوريا سفان ديمستورا بعد لقاء الوفد الحكومي السوري ان المفاوضات مستمرة حتى الاسبوع المقبل وكان مراسل الميادين في جينيفا فاد بانا ديمستورا وعدا بعدم البحث ببيان الرياض اثنين خلال النقاشات بين دمشق والفريق الاممي بعدم مقاربة مسألة المباحثات المباشرة في هذه الجولة من جهته قال نصر الحريري رئيس وفد المعارضة ان المعارضة تعتزم الحديث عن كل تفاصيل الانتقال السياسي بما في ذلك مصير الرئيس بشار الاسد كاشفا ان المعارضة طلبت من روسيا ودول اخرى الضغط على دمشق للتوصل الى حل سياسي خلال ستة اشهر عضو وفد منصة موسكو الى مفاوضات جينيف مهند اللقان اكد في تصريح للميادين رفض الشروط المسبقة مشددا على انه لا مفاوضات مباشرة في هذه الجولة نحن ضد كل الشروط المسبقة لانها تتخذ كذريعة كما جرى حاليا ورأينا نتيجة نحن حذرنا سابقا ان هذه المسألة ستتخذ ذريعة لمنع الوصول الى مفاوضات مباشرة والان اصبح تقريبا شبه معلوم انه لن يكون دمن هذه الجولة مفاوضات مباشرة انضم الينا من مراسل الميادين في جينيف موسى عاصي موسى دمستور يتحدث عن التمديد هل اقر الان او تم تأكيد تمديد هذه الجولة هذا الكلام لا يزال برسم استفان دمستورة فقط وهو حديث جرى بعد لقائه وفد الحكومة السورية في مقر اقامة الوفد في احد الفنادق القريبة من المطار مطار جنيف الدولي ولكن اي موقف رسمي من قبل الوفد الحكومة السورية لم يصدر حتى الان حول هذه المسألة نحن نعلم سابقا ان وقف الحكومة السورية كان واضحا بالنسبة لهذا الموضوع انه لا تمديد وان الوفد سيعود الى دمشق يوم السبت المقبل بعد نهاية هذه الجولة التي كانت مقررة مسبقا انه هناك اليوم الاخير من هذه الجولة هو الاول من ديسمبر كانون الاول المقبل هناك اتصالات تجريد مع الوفد السوري من اجل اقناعه بتمديد هذه الجولة او السير فيما يطرحه المبعوث الاممي الوفد الحكومة السورية كان قبل مجيء الى هنا الى مقر المتحدة حيث يجتمع الان مع الفريق الاممي التقى في مقر السفرة الروسية الجانب الديبلوماسي الروسي لمدة ساعة تقريبا وهنا ننتظر الان غروج الوفد السوري الحكومي من اجل معرفة ما اذا كان هذا الموضوع الذي سيطرحه بحسن معلومتنا سيطرحه وصفان المصدورة على الوفد السوري امكانية التمديد حتى الاسبوع المقبل على هذا الوفد ننتظر بشار الجعفري رئيس الورد الحكومة السورية للخروج حتى يوضح هذه المسألة من جهة ثانية وبحسب التسريبات التي وصلت لنا من قبل الوفد المعارض فان استفان ديمستورا يبدو انه ابلغ هذا الوفد بامكانية التمديد لأسبوع اضافي وامكانية هذا التمديد حتى الخامس عشر من ديسمبر المقبل طبعا هذا الكلام برسم التسريبات التي صادرت عن وفد المعارضة بكل الحالات هناك اتصالات تجري مع الوفد الحكوم السوري من اجل اقناعه في السير بهذا الاختراح نعم شكرا جزيلا لك موسى عاصم رأس الميادين كنت معنا مباشرة من جنيف على كل هذه المعلومات تركيا قالت انها تنوي توسيع نطاق عمل بعثة المراقبة التابعة لها في شمال سوريا واكدت ان بعثة المراقبة في ادلب انجزت عملها بنجاح ولضمان قيم بيئة هادئة وامنة لابد من توسيع نطاق عمل هذه البعثة ليشمل منطقة عفرين وغرب حلب اين تنتشر القوات التركية في هذه المنطقة واين يمكن ان تزيد تمركزها هذا تقرير لسار الحاف اهلا بكم تنتشر القوات التركية في الجهة الغربية لمدينة عفرين في ريف حلب الغربي وتحديدا في لقات الشيخ عقيل ودير سمعان حديث تركيا عن توسيع وجودها في المنطقة يعني انها ستنشر نقطة مراقبة ثالثة لها في جبل الشيخ بركات في ريف حلب الغربي مع احتمال نشر نقطة ربيعة في مدينة الندان في ريف حلب الشمالي انتشار انقرة في هذه المراكز سيكون على حدود مناطق وجود الكرد في ريف حلب الشمالي او ما يعرف بمنطقة عفرين اصطلاحا من المنطقة الممتدة من الباشمرة وباصوفان وصولا الى النقاط المقابلة لمدينة جندارس في ريف عفرين الغربي اما في الجهة الشرقية فتمت وجود لمسلحي درع الفرات المدعومين تركيا في اعزاز ومارع وهذه هي المناطق الرئيسية المواجهة لمناطق سيطرة الكرد اما قوات سوريا الديمقراطية فهي موجودة على نحو اساسي في كفرنايا وتنرفعة وعيندقنة ومنغ وديرجمال اضافة الى الشهباء في ريف اعزاز الغربي وهي نقطة اشتباك دائم بين الكرد وقوات درع الفرات الكرد في عفرين يتلقون دعما من روسيا التي نشرت قواتها ونقاط مراقبة لها في مطار منغ وعيندقنة كذلك يوجد معسكر للقوات الروسية في كفر جنة بريف عفرين الشمالي الشرقي اضافة الى دعم الدولة السورية في صد هجم الدرع الفرات على النقاط الكردية اما الدعم الامريكي فيتلقاه الكرد في منبج بريف حلب الشرقي لا في عفرين مع الاشارة الى ان امريكا سحبت قواتها من منبج منذ نحو ستة اشهر دخول تركيا الى عفرين قد لا يكون سهلا نظرا الى علاقات الكرد هناك مع الدولة السورية والى التنصيق الكبير بينهم وبين الجانبين الروسي والايراني اكد الرئيس اللبناني ميشيل عاون ان الرئيس السوري بشار الاسد باق في السلطة مشيرا الى ان سوريا ستشهد نقطة تخولا ديمقراطية وفي لقاء مع صحيفة الاستامبال ايطالية قال عاون ان حزب الله حارب ارهابي داعش في لبنان وخارجه وسيعود مقاتلوه الى بلدهم عندما تنتهي الحرب على الارهاب كما شدد على ان الحريري سيبقى رئيسا للحكومة اللبنانية كاشفا عن حل الازمة السياسية في البلاد خلال ايام في تونس قالت النائبة مبارك الابراهمي ان تصنيف بعض الدول العربية حزب الله تنظيما ارهابيا يعد خدمة الاسرائيل واصفت الابراهمي هذه الخطوة بالتخاذلي في دعم القضية الفلسطينية شكل الاساسي والاخير اللي لازال فرشك يعني لمحاولات التصفية هو بيان وزراء الخارجية العرب الذي يصنف حزب الله تنظيما ارهابيا ومن حزب الله هذا حزب الله هو بندقية المقاومة هو محور المقاومة هم يحبوا تصنفه تصنيف ارهابي حتى من ناحية الجماهير العربية تصبح وجلة من هذا التنظيم او من هذه الجماعات المقاومة تحب تعمل حاجز نفسي بيننا وبين المقاومة وتسوق لنفسها انها ايها الصهيوني انا تحت قدميك وفلسطين هذه اصبحت معناها من باب الترف الفكري استمرار المسؤولين الاسرائيليين في اطلاق التهديدات ضد حزب الله قابله الخبراء العسكريون الاسرائيليون بتحذير من طبيعة الحرب المقبلة مع الحزب ونتائجها القاسية على اسرائيل هذا تقرير منال اسماعيل في الوقت الذي تعيش فيه المنطقة كلها على صفيح ساخن تواصل اسرائيل تهديداتها ضد حزب الله وتعمل على تظهير استعداداتها للمواجهة المقبلة معه وفي اطار عرض القوة الذي تلجأ اليه اسرائيل تم الكشف عن منظومة القبة الحديدية البحرية كمنظومة تشغيلية لحماية منصات الغاز في البحر من تهديد حزب الله تهديد كان في صلب المناورة البحرية المشتركة للجيشين الاسرائيلي والامريكي في جزيرة كريت اليونانية والتي حاكت هجوم اسراب تنفذه عدة قطع بحرية صغيرة وسريعة او طائرات من دون طيار على سفن سلاح البحر الاسرائيلي استعراض القوة هذا وتهويل المسؤولين الاسرائيليين بما يملكونه من منظومات عسكرية قابله تحذير من طابع المواجهة المقبلة مع حزب الله ونتائجها على اسرائيل مواجهة ستكون وفق تقييم خبراء امنيين وعسكريين اسرائيليين معقدة وقاسية جدا على النحو الذي لم تختبره اسرائيل سابقا هناك معضلة صعبة تعاني منها اسرائيل ازاء حزب الله لتجنب مواجهة معه واذا لم تحصل موجزة فان الحرب المقبلة ستكون صعبة جدا جدا التقديرات الاسرائيلية تشير الى ان الساحة الحقيقية للحرب في المواجهة المقبلة ستكون في المدن والمستوطنات الاسرائيلية ولذلك يجب اجراء تنسيق توقعات لدى الاسرائيليين لان القبة الحديدية لن توفر حماية كاملة من صواريخ حزب الله ولسيما في ظل المعطيات التي تشير الى ان ثلثة الاسرائيليين الذين يسكنون على مسافة اربعين كيلو مترا من الحدود مع لبنان لا يملكون ملاجئة او غرفا محصنة ان تحصين الجبهات الداخلية في الشمال ناقص على نحو مهم كما ان فجوات التحصين فيه خطيرة جدا مراقبون قالوا ان مواجهة اسرائيل عصرا جديدا من التهديدات وخروج حزب الله منتصرا من الحرب الدائرة في سوريا جعل المشهد اكثر تعقيدا في اسرائيل فنموذج حزب الله 2018 سيجعل طابع المواجهة معه اصعب بكثير مما استعد له الجيش الاسرائيلي في السنوات السابقة الامر الذي يتطلب من اسرائيل وفق مراقبين العمل لخفض التوتري عند حدود غزة وسيناء والضفة الغربية لتكون جاهزة للتهديد الحقيقي من الشمال الى العراق حيث نفى محافظ كاركوك بالوكالة لمراسل الميادين علمه بوجود قوات امريكية في المدينة في المقابل اكد عضو مجلس محافظة كاركوك نجات حسين للميادين وجود قوة امريكية في كاركوك وتحديدا في معسكر كيوان مؤكدة عدم معرفتها بمستقبل هذه القوة وهدفها وكان النائب عن المحافظة محمد عثمان كشف عن وصول قوات امريكية الى القاعدة مؤكدا انها تؤدي دورا مهما في تدريب القوات العراقية في المحافظة في بغداد بحثت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزامي مع نظيرها العراقي حيدر العباد العلاقات بين البلدين العباد قال ان العلاقات العراقية البريطانية تشهد تطورا واضحا ولا سيما في مواجهة الارهاب وعرفت الى ان البحث شمل جهود اعادة الاعمار بدورها اكدت مي ان بلادها ستواصل دعم العراق لاعادة الاستقرار وتدريب قواته كشف وزير الخارجية الامريكية السابق جون كيري عن اسرائيل ومصر والسعودية حثت واشنطن على قصف ايران قبل التوصل الى الاتفاق النووي مع تهران عام 2015 كيري وخلال ندوة في واشنطن اوضح انه عندما كان رئيسا للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوق الامريكي بين عامي 2009 و2013 اجتمع مع كل من الملك السعودي عبدالله والرئيس المصري حسن مبارك ورئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين تنياهو وجميعهم ضغطوا على واشنطن للقيام بعمل عسكري ضد ايران لكن كيري رأى ان هذه المطالب كانت فخا لان الدول العربية كانت ستنقذ بلاده علنا اذا ضربت ستنتقد عفوا بلاده علنا اذا ضربت ايران في ايران كشف قائد البحرية حسين خانزادي عن تسع صناعات جديدة للبحرية التابعة للجيش الايراني واضف خانزادي ان هذه الصناعات الجديدة تشمل منظومة مرصاد لاختبار التوربيدات وقاربا من دون ربان واكبر فرقاطة تدريبية في الشرق الاوسط ومنظومة صاروخية من طراز رعد الالكترونية قادرة على تدمير الاهداف الارضية والطائرة وجودنا في المياه الدولية ليس من اجل مواجهة اي بلد على الاطلاق فمن حق كل الشعوب الحرة في العالم ان تكون في المياه الدولية وتستثمر فيها البحرية الايرانية كسرت احتكار البحار لمصلحة البعض وهذا بالتحديد ما اثار قلق الاستكبار العالمي في مصر امهل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القوات المصرية ثلاثة اشهر لاستعادة الامن في سيناء كما امر باستعمال كل القوة المتاحة لتطهير سيناء مؤكدا ان مصر تواجه حربا تسعى الهدم الدولة للحيلولة دون تقدمها وازدهارها واضف ان بعض الفئات تتلقى دعما خارجيا بالمال والسلاح وألزم الفريق محمد فريد حجازي قدامكم قدام شعب الناس كلهم انت مسؤول انت مسؤول حلال ثلاث شهور عن استعادة الامن والاستخرار في سيناء انت وزارة الداخلية تستعيد مصر بفضل الله سبحانه وتعالى وبجهدكم وبتضحياتكم انتم والشرطة المدنية تستعيد الاستقرار والامن في سيناء وتستخدم كل القوة الغاشبة كل القوة الغاشبة من العاصمة المصرية القاهرة ينضم الينا عضو المجلس الاعلى لمكافحة الارهاب والتطرف العميد خالد عكاش سيادة العميد نبدأ من هذا التفويض الذي يعطيه الرئيس للقوات العسكرية هل هذا التفويض يكفي لاطلاق يد القوات المسلحة وهل المدة الزمنية ايضا المتضمنة ضمن المتضمنة في التكليف يعني ثلاثة اشهر مدة كافية فعلا لاستعادة الامن في سيناء يعني اظن ان قبل صدور هذا التكليف وهذه المهمة بهذه الطريقة التي تبعناها على لسان السيد رئيس الجمهورية اليوم اتوقع ان يكون هناك عملية تقييم شامل للأوضاع خاصة فيما بعد العملية الارهابية التي تمت في مسجد الروضة منذ نحو ستة ايام من الان هذا التقييم الاستخباراتي الذي قدم الى القيادة المصرية اظمها كانت في صلب هذا التكليف المكاني والزماني الذي صدر لرئاسة الاركان القوات المسلحة المصرية هي المهمة الصعبة من دون شك والامور في سيناء او في شمال سيناء على وجه التحديد امرا معقدا والمسرح به تعقيدات كثيرة لكن كانت قبلا خلال العامين الماضيين القوات المسلحة في مكافحتها للارهاب حققت انتصارات جيدة وضربت ضربات قوية حطمت امكانيات التنظيم اكثر من مرة لكن بقي الامساك بالنجاح والامساك بمحطة السيطرة على الاوضاع كانت هذه هي الفجوة من وجهة نظري وتحدثنا عن هذه النقطة كثيرا هذا التحديد الزمني من قبل رئيس الجمهورية ويطلق يد رئيس الاركان القوات المسلحة الاستعانة بكافة الاسلحة وبكافة الاسليب التكنولوجية هناك وزارة الداخلية وهي مسؤولة عن الامن الداخلي ستعمل داخل اطار هذا التكليف وستكون هذا هو مسلس المواجهة قوات المسلحة الاستخبار نحن نستنتج بشكل بدهي سيادة العميد أن هناك عملية عسكرية واسعة وكبيرة سوف تنطلق ستستخدم فيها كل صنوف الاسلحة ولكن هل الجيش وقوات الشرطة بحاجة إلى تكتيكات عسكرية جديدة غير مكان متبع خلال السنوات الماضية في مكافحة الارهاب في هذه النقطة يعني أظن تكليف جديد من هذا النوع ولفت الانتباع لأن رئاسة الأركان المصرية الفريق حجازي هو يتولى المسؤولية منذ نحو شهرين من الآن أظن أننا سنشهد استراتيجيات جديدة بالفعل كان هناك مكافحة وتقويد لإمكانيات التنظيمات الإرهابية التي كانت مستقرة في هذا المكان بصورة عامة وبشكل عام كان يرى التطهير مدن مثل شيخ زويد ورفح كان من داخل مهمة المكافحة تأمين الشريط الحدودي ما بين مصر وقطاع غزة كان هناك نوع من المهام العامة والمواجهات المفتوحة أظن نحن الآن بصدد مهمة محددة مكانيا وزمنيا ربما يكون استراتيجية وتكتيكات جديدة تظهر على الأرض ربما شكل من أشكال التعاون كما أشرت التسليحي التكنولوجي على وجه التحديد خاصة أنه ثبت نجاحه في المصرح الغربي في المنطقة التي تلاصق ليبيا خلال الأسابيع والشهور الماضية استطاع أن يحقق نتائج إيجابية كثيرة جدا أعتقد أنها ستكون محل تنفيذ في ساحة سيناء خلال الأسابيع أو الأيام التي ستبدأ بعد هذا التكليف مباشرة شكرا جزيلا لك سيادة العميد خالد عكاشي عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف كنت معنا مباشرة من القاهرة نبقى في مصر حيث أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو وقوف روسيا إلى جانب مصر وتضامنها الكامل معها في مواجهة الإرهاب موقف شويغو جاء خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أعرب عن حرصه على العلاقات الثنائية أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا بوقف جميع التصريحات التي تتناول المصالحة والمتسببين في عرقلتها فورا من أجل المصلحة والعلاقات مع مصر وكان مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد اتهم حركة حماس بعدم الالتزام باتفاق المصالحة الذي وقعته الحركتان الفلسطينيتان في القاهرة وقال الأحمد إنه حتى اللحظة فإن المشاكل والعراقيل من قبل حماس ما زالت موجودة بل وتتزايد وكانت حركة حماس استنكرت دعوة الحكومة الفلسطينية الموظفين القدامة إلى استئناف أعمالهم في غزة معتبرة أن ذلك يؤدي إلى الفوضى والإرباك متسائلة ما إذا كان القرار يهدف إلى فرض أمر واقع رئيس حماس في غزة يحيى سنوار دع الفصائل إلى اجتماع طارئ لبحث القضية معي مباشرة من قطاع غزة مراسلة الميادين لنا شاهين لنا الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه يحيى سنوار في قطاع غزة هل ما زال الاجتماع قائما حتى هذه اللحظة وإذا كان انتهى ماذا يعني تمخض عنه نعم كمان يعني لغاية الآن هذا اللقاء وهو اللقاء عادي من دعا إليه يحيى سنوار رئيس حرف الحمد في قطاع غزة لا يزال لغاية الآن مستمرا وأيضا بحضور بب الألمي المصري حسب مصادرنا وحسب معلوماتنا الفريق الأمني المصري هذا المتواجد الذي وصل طبعا هو يوم الاثنين إلى قطاع غزة للإشراف عن قرب على عملية تمكن الحكومة ولكن في حرب الاتهامات بين يعني أقولها حرب لأنها بالفعل اندلعت هذه التصريحات ما بين حركتي فتح وحماس وكل جهة وكل طرف يسهم الآخر لأنه يعرقل اتفاق المصالحة اليوم لا يزال متواجد هذا الوزد الأمني هذا اتفاق المصالح هو برعاية مصرية ومصر هي الضامنة له على عمل أن يتمخذ هذا الاتفاق عن وقف هذه التصريحات لغة التصريحات ولغة التهديدات ولغة أنه كل طرف هو مسؤول وهو من يضع العصري في الدوليب وهو من يعرقل تنفيذ اتفاق المصالحة طيب هناك قرار أصدره الرئيس فلسطيني لنا بوقف جميع التصريحات التي تتناول المصالحة الآن في هذه اللحظة تم الالتزام بهذا العمر يعني بعد هذا القرار الرئيس مصالحة هل لم تصدر أي تصريحات كل المسؤولين إن كانوا في قطاع غزة هم متواجدون في هذا الاجتماع على كل أحوال نحن ننتظر هذا الاجتماع ولكن اليوم كان هناك تصريح لمسؤول من نفس المصالحة في حركة فتح السيد عزام الأحض استهم حماس بعدم الالتزام كان قبل يومين كان هناك يعني مؤتمر صحفي لمدة طويلة للدكتور خليل حيو وعضو المكسل السياسي لحركة حماس استهم أيضا حركة فتح وحكومة التوافق بشكل خاص لعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق لقضية تمكين حكومة التوافق واتهمها بأنها هي لم تأتي وقال أن هناك العديد من المزراء حكومة التوافق لم يأتوا ويتسلمون ويزاراتهم قضية موظفية حركة حماس هي قضية شائكة وهمة بالنسبة لحركة حماس خط أحمر تعتبرها حركة حماس لا يمكن لا يمكن تجاوز على على الإطلاق على قاعدة التشراكة لابد أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق كما خطة أنه لابد أن يكون على قاعدة التشراكة الملف الأمني وكل ما يتعلق طبعا فيما يتعلق الملفات إذا ما تحدثنا عن منظمة التحرير تفعيل مجلس التشريعي المصالحة المجتمعية الملف الأمني كما ذكرت كل هذا لابد أن يكون ضمن حوار التصائل تواجد التصائل بشكل كامل وفتح حماس على قاعدة التشراكة لا على قاعدة شكرا جزيلا لنا شهين مراسلة الميدين كنت معنا مباشرة من قطاع غزة في غضون ذلك طالبت الحملة الشعبية لمناصرة موظفي غزة الحكومة بتطبيق بنود المصالحة ودمج الموظفين المدنيين والعسكريين ضمن سلم وظيفين موحد وفق اتفاق القاهرة حكومة الوفاق بالتطبيق الأمين لبنود اتفاقية القاهرة وأن تسرع في عملية دمج الموظفين المدنيين والعسكريين وأن توحدهم ضمن سلم وظيفي موحد كما جاء في اتفاق القاهرة في حال تجاوز حكومة الوفاق لحق موظفي غزة براتب شهر ديسمبر وأعلنت عن صرف الراتب لموظفي رمالة فقط فأننا نعتبر هذا الإعلان هو بمثابة إعلان حالة حرب على موظفي غزة وقوة أطفالهم في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني رسائل مختلفة حملها اعتصام الفصائل الفلسطينية أمام مقر الأمم المتحدة التفاصيل مع أحمد غانم تعديل قرار التقسيم بما يضمن استرداد الحق الفلسطيني وعودة اللاجئين واعتذار بريطانيا عن وعد بيلفور وتصحيح خطياتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني مطالب حملتها الفصائل الفلسطينية في ذكرى مرور سبعين عاما على قرار تقسيم فلسطين توصيل رسالة شعبنا الفلسطيني للأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل الضغط على إسرائيل لإجبارها بواقف كل انتهاكات للقانون الدولي والقانون الإنساني وطالبتها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية بما يفضل إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود حزران عام سبع وستين المطلوب عزل إسرائيل سياسيا واقتصاديا وتوسيع دائرة المقاطعة عليها لما ترتكبه من جرائم حرب حق شعبنا الفلسطيني الفصائل وكدت فشل مشاريع التسوية مع الاحتلال وطالبت السلطة الفلسطينية بخطوات رسمية على الصعيد الدولي لمحاسبة إسرائيل فضلا عن تجديدها على أن المقاومة والوحدة الوطنية متلازمتان في مواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية على السلطة الفلسطينية أن تنفض يديها من هذه المفاوضة العبثية وطالما أنها قررت كعضو مراقب في الأمم المتحدة عليها أن تطالب الأمم المتحدة بتراجع عن هذا القرار الظالم وأن فلسطين هي وحدة واحدة المطلوب تحقيق الوحدة الوطنية والتوافق على استراتيجية وطنية فلسطينية على أساس ثوابت وخيار المقاومة ومغادرة سراب ما يسمى بالحلول التصفوية والسلمية وفي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني دعت الفصائل إلى أوسع حراك عربي ودولي نصرة لفلسطين وقضيتها العادلة وفي ذكرى قرار التقسيم يؤكد الفلسطينيون مضيهم قدما في مشروعي الوحدة والمقاومة دعين العالم إلى الاعتراف بحقهم التاريخي في أرضهم المسلوبة حق يتطلب كما يقولون حراكا عربيا وإسلاميا يعيد بوصلة الأمة نحو فلسطين وقضيتها أحمد غنم غزة الميادين في القائرة شهدت جامعة الدول العربية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني شارك في الاحتفالية سفراء ومندوبو الدول العربية وسفراء الدول الأجنبية المعتمدون لدى مصر الاحتفالية تضمنت كلمات سياسية تضامنية مع القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني تلأ الكلمات عرض فيلم وثائقي حول فلسطين وتنظيم معرض صور يجسد معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال نشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل مضحف والتربية في تونس يستعرض مناهج التعليم منذ القرن 19 موسيقى مجددا حيقول اطلقت الميادين اونلاين حملة تحت عنوان انقذ اطفال اليمن حملة تسعى الى ايقاظ الضمير العربي والعالمي والى لفت الانظار للمأساة الانسانية التي يعيشها اطفال اليمن ولا سيما مع تحثيرات مؤسسات ومنظمات دولية من انتشار الاوبئة والامراض والمجاعة والكوارث الصحية نتيجة الحصار المفروض على البلاد موسيقى 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 احضنوا اطفالكم جيدا ضموهم الى صدوركم تفكروا ان طفلا يمنيا فارق الحياة في هذه اللحظة وان اما بات حضنها خاويا من فلذة كبدها الذي غادرها بحلق جاف وأمعاء تصفر فيها رياح الجوع وان نابا يجلس عاجزا بعدما لوت المصيبة عنقاه موسيقى احضنوا اطفالكم جيدا املأوا قلوبهم بالحنان والحب وتزودوا منهم ففي هذه اللحظة يشد اطفال اليمن بطونهم على خواء ويقتصمون رغيف الخبز في احلامهم ثم يرحلون خفافا فيما ينتظر اخرون اللحق بهم وهم يعضون على جوعهم ووجعهم عند ضفاف النفط والثروات مجاعة تزهق روح طفل يمني كل عشر دقائق مجاعة اسقطت عن اشتاد نحو مليوني طفل ظلت طفولة فغزتها الكهولة موسيقى في بلاد الحرب المنسية تعلن الميادين التي رفعت منذ انطلاقتها شعارة مع الانسان في كل مكان تضامنها مع اطفال اليمن دعما لهم ورفضا للحصار السعودي الذي يحرمهم من ابسط مقومات الحياة وتطلق الميادين اونلاين حملة تحت هاشتاغ انقذوا اطفال اليمن وتدعو المتابعين للمشاركة في هذه الحملة عبر موقع التواصل الاجتماعي او ارسال فيديوهات قصيرة فشاركوا الميادين في حملتها انقذوا اطفال اليمن بل انقذوا ضمائركم فماذا لو كان هذا الطفل طفلكم وحول الحملة التضامن التي اطلقتها الميادين اونلاين تحت عنوان انقذوا اطفال اليمن معي مباشرة من الميادين اونلاين المحررة غادة سعد اسعد الله اوقاتك غادة ومباشرة عن تفاعل المتضامنين عبر السوشال ميديا مع حملة الميادين اونلاين للتضامن مع اطفال اليمن نعم كمال عند الساعة السابع مساء اطلقت الميادين رسميا حملة بعنوان انقذوا اطفال اليمن ولكن لابد من الاشارة الى ان الناشطين والمتابعين بدأوا بالتفاعل مع هذه الحملة منذ الاعلان عنها الاسبوع الماضي ناشطون يغردون ويتفاعلون مع هذه الحملة مع اطفال اليمن الذي يعانون الجوع والمرض ويموتون بشكل يومي جراء هذه المعاناة والحصار المفروض عليهم منصات التواصل الاجتماعي تحولت الى منبر لاعلاء الصوت ومنشدة للحكام والمجتمع الدولي من اجل ايقاف هذا المشهد الاليم ولابد من الاشارة كمال الى ان منصات التواصل الاجتماعي تحولت الى منبر لاعلاء هذه الصرخة كما وصلنا كم من كبير من التغريدات والفيديوهات والرسائل من الناشطين بعد ان اعلننا عن الرقم المخصص لمرشاركتنا بالرسائل والفيديوهات سنستعرض كمال الان بعضا من هذه التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر سارة هي ناشطة على موقع تويتر تستخدم هاشتاغ انكذوا اطفال اليمن انكذوا براءة اليمنيين من الجشعة ناشط اخر يغرد ويقول لتسليط الضوء على الخطر الذي يهدد حياة 11 مليون طفل يمني وهناك ناشط اخر ايها العرب اطفال اليمن تستصرخكم ان بقي لكم بقايا ضمير انقذوا اطفال اليمن اما انور حسن خليل فيقول الصمت العربي والغربي حياة لما يحصل في اليمن يدل على عدم انسانيات الحكام والقيادة والمسؤولين حول العالم اطفال اليمن يدفعون ثمن سياسات الدول المتنازعة ونور الهدى غردت من خلال صورة عبرت فيها عن الحالة السيئة في اليمن عبر هاشتاج انقذوا اطفال اليمن اما علاء ناصر فغرد عبر تويتر وكتب اكثر من 150 الف طفل يمني مهددون بالموت في الاشهر المقبلة ولابد من الاشارة كمال الى ان هاشتاج انقذوا اطفال اليمن هو من الهاشتاج الاكثر تداولا على موقع تويتر ويشار الى ان التفاعل لا يقتصر على الافراد وانما هناك جمعيات تواصلت معنا لكي ترى ما امكانية ارسال مساعدات عينية لاطفال اليمن الحملة لا تزال مستمرة نحن في البداية نعرض الكثير من المواضيع والمواد على صفحتنا على موقع الميادين وندع الجميع للمشاركة معنا في هذه الحملة والتعبير عن تضامنهم مع اطفال اليمن سنستعرض كمال الان صفحة الميادين نات كما ترى على هذه الصفحة هي مخصصة للحملة انقذوا اطفال اليمن نبدأ مع هذه المقابلة التي اجتها الميادين نات مع المتحدثة باسم اليونسيف في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا جوليات تومة تشرح تومة خلال هذه المقابلة الاسباب التي دفعت اليونسيف الى توصيف اليمن على انه المكان الاسوأ للاطفال تشير الى خلال المقابلة الى ان الوضع في اليمن كارثي المدارس مهدمة المستشفى غير مؤهلة لاستخدام كما انه المكان الاسوأ في العالم بشكل عام اليمن تفتكر الى ابسط مكومات العيش فيها تشبه الحياة هناك بانها بالجحيم كما تنويه الى ان الاعلام لم يتناول الازمة في اليمن بشكل فعال ونحن نحتاج من الاعلام اليوم الى تسليط الضوء الى ما يحصل في اليمن واخبار الناس عما يجري وفي مقابلة اخرى اجرتها الميادين نات مع الناشط البريطاني السام والتن بعنوان ناشط بريطاني يعتذر من اطفال اليمن يجب ان نقف بيع السلاح للسعودية يحدثنا والتن عن اللحظة التي ادرك فيها انه يتوجب ان يكون بشيء تجاه الازمة في اليمن عندما عثر على بقايا كنبلة في محل للمواد الغزائية في اليمن وتبين ان هذه الكنبلة مصنعة في المملكة المتحدة بعد بدء السعودية قصفها لليمن وتأكد ان الحكومة البريطانية متواطئة في جرائع محرب التي ترتكبها السعودية في اليمن والمعاناة الشعب اليمني وينوه الناشط البريطاني الا ان الشعب البريطاني غير مؤيد لما تكون بها الحكومة البريطانية ويطالب باقاف ما يحصل تجاه هذه الازمة ولكن هذه الاصوات الشعب لا تلقى اي صدى او اهتمام من قبل الحكومة ونستعرض ايضا في المدونة الثقافية مادة للزميل علي السقا في الميادين نات مادة بعنوان شعلة في اخر الدرب يقول علي السقا نحن وحوش فلنصرخ بهذا امام الاطفال من دون ورع او خجل لنقول لهم اننا صرنا وحوشا منذ تلك اللحظة التي تخلينا فيها عن فترتنا منذ نبذنا ضعفنا وسعينا الى الكوة الكوة التي لا تثبت دعائمها الا بالدم والرعب والاكراه الكوة التي ترهقنا اكثر من الضعف نفسه لانها تتوسل الصلابة تلك الصلابة الانانية التي لا تجعلنا نعترف الا بعلى انفسنا ولا يشتد عودها الا بمبالاتنا كذلك كمال كتب الزميل احمد زبيبة مادة على صفحة الميادين نات مادة بعنوان الكوليرا ينهش اجسادهم الهشة اطفال اليمن اكثر ضحايا الوباء القاتل يستعرض الزميل احمد زبيبة في هذه المادة المعاناة والمأساة التي يعانيها اطفال اليمن والنساء والرجال حالة الوباء والكوليرا المنتشرة في اليمن نفاذ الادوية بسبب الحصار المفروض على هذا البلد منذ بعض الوقت كما يشير الى ان المستشفيات لم تعد مؤهلة لاستقبال الاطفال والمرضى بوباء الكوليرا لمعالجتهم اما موفق محادين هو احد كتاب الميادين نات كتب مادة بعنوان اطفال اليمن قصة قتل معلنة يقارن موفق محادين الجرائم اليومية التي ترتكب بحق اطفال اليمن مع ما كان يرتكب من جرائم وابادات على مر العصور والازمنة من الرق الى الاقطاعية والرأسمالية كما ترى كمال هناك حملة تضامنية واسعة من قبل الناس الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعية تويتر وفيسبوك وتليجرام ونحن نجدد الدعوة ونطلب ونناشد الجميع للمشاركة في هذه الحملة تضامنا مع اطفال اليمن ورفضا لما يحصل بحق تجاه هذا الشعب الحملة مستمرة غادة ونحن ايضا ندعو بشكل مكرر للتفاعل مع هذه الحملة لانقاذ اطفال اليمن من الاوبئة والجوع والقصف والحصار شكرا جزيلا غادة سعد المحررة في الميدين اونلاين على هذا العرض للمتفاعلين والمتضامنين مع الحملة التي تطلقونها شكرا جزيلا لعيونك بتين النطقة باسم منظمة انقذ الاطفال في اليمن رشا محرز حذرت في اتصال مع الميدين من تفشي الامراض في صفوف اطفال اليمن نتوقع تفشي مرض الديكتيريا او القناق واللي ممكن يسيب اكثر من اثنين مليون طفل انما يتلقوا اللقاح والعلاج اللازم في الوقت اللازم بس مع الاسب هذه المحاولات لا تنجح بإقناع قوات التحالف على فتح الموانئ البحرية والجوية في امام السلطة التحالية والسلطة والوقود اليوم نحكي عن اكثر من اربع ملايين يمني بحاجة الى لا يستطيعون الحصول على ماء الشرب اللازم وطبعا مع زيادة اسعار الوقود مع عدم توفر مادة الفيول في اليمن عم تزيد الاسعار كل يوم الناس غير قادر على الحصول على الخدمات الصحية اعلنت مؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية رسوة ثاني سفينة محملة بالقمح في ميناء الحديدة منذ اعلان رفع التحالف السعودية الخضرة عن الميناء من جهة اعلنت منظمة طباء بلا حدود على الوصول اول رحلة نغاثية لها الى اليمن منذ بداية الشهر الحالي منظمة وفي تغريدة على تويتر حذرت من ان دخول رحلات المنظمات فقط لن يحل الازمة الانسانية في اليمن فهناك حاجة مأسة ايضا لدخول السلع والوقود تتزايد معاناة الاطفال المصابين بمرض التوحد في صنعاء بعد توقف الانشطة وبرامج الرعاية فالحرب انعكست سلبا على اكثر من ثلاثمائة جمعية ومركز يعنى برعاية المعوقين في ظل وجود اكثر من ثلاثة ملايين شخص يعانون من اعاقات مختلفة هذا تقرير لاحمد زبيبة قد يصعب على الطفل ماجد ايصال معاناته في ظل الحرب نتيجة اصابته بمرض التوحد الاعاقة منعته من الحديث كغيره من الاطفال هنا ولكن اوجاع فقدان الرعاية تبوح بالكثير مع قلة الدعم وانقطاع التمويل المركز يستقبل تبرعات كثيرة من حكومية واهلية الان شحة الامكانات ادت الى تقلص البرامج اللي كان المركز يطبقها على الاطفال هذا المركز هو الوحيد الخاص بمرض التوحد في صنعاء كان يستقبل اكثر من مئتي طفل من المصابين بمرض التوحد واليوم اصبح غير قادر على استقبال ما لا يزيد على خمس واربعين حالة مع توقف الانشطة وبرامج الرعاية هنا زمان معنا انشطة غرفة حسية معنا مسباح معنا دورة نخرجهم مثلا في الرحلات بس مع الحرب توقفت كلها بسبب الظروف الاقتصادية وبسبب الحروبات والاشياء التي يقولون الغام وشضايا فبدأنا ندربهم في المركز رغم ان يكون الفائدة الاكبر لما تكون خارج اثرت علينا الانشطة اثرت علينا البرامج وبالذات السلوكيات الطفل التوحدي لان الحرب اثرت عليه في الدرجة الاولى من ناحية الاصوات القنابل والصواريخ فيجي دهان الطفل هو مدوتر جدا انعكست اوضاع الحرب على من لا حول ولا قوة لهم من ذوي الاعاقة والذين يزيد عددهم على ثلاثة ملايين معواق والارقام في ارتفاع في ظل حرب اتت على كل شيء الاطفال هنا الذين يعانون من مرض التوحد معاناتهم هي امتداد لأوجاع ذوي الاعاقة الذين يعيشون متلازمة الاعاقة والحرب التي اتت عليهم احمد محمد زبيب صنعاء الميادين اعلن نائب الامين العام لجمعيات الوفاق البحرينية الشيخ حسين الديهي ان الوضع الصحي للمرجع الشيخ عيسى قاسم حساس ومقلق ويحتاج الى متابعة دقيقة وضفنا سيارة اسعاف وطاقم تصوير عسكري وصل الى منزل الشيخ عيسى بشكل مفاجئ ومن دون ترتيب مسبق الديهي وعبر الفيسبوك اكد ان علاج الشيخ قاسم يتطلب تنسيقا مع طباء المعنيين المطلعين على ظروفه الصحية وكذلك الاطمئنان لطبيعة الاجراءات للمضي في العلاج في تهران ابدى المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهران قاسمي قلق بلاده الشديد من تدهور صحة الشيخ قاسم قاسمي حمل النظام البحريني مسؤولية التأخير في علاجه مشيرا الى ان السلطات البحرينية تعرقل توفير الخدمات العلاجية والاطباء الموثوقين من خلال وضع قيود شديدة ومواصلة وضعه تحت الاقامة الجبرية وطلب قاسمي المنظمات الدولية بمتابعة الوضع الصحي للشيخ قاسم فورا نبقى في البحرين حيث نفى الامين العام لجمعية الوفاق الوطنية الشيخ علي سلمان التهم الموجهة اليه في قضية التخابر مع قطر النيابة العامة البحرينية اعلنت في بيانها ان المحكمة الكبرى الجنائية عقدت الجلسة الثانية بحضور سلمان وهيئة دفاعه المؤلفة من اربعة محامين هذا وقررت المحكمة عقد الجلسة الثالثة في الثامن والعشرين من الشهر المقبل مضحف والتربية في تونس مضحف فريد من نواهي اختص بعرض كل ما يتعلق باساليب ومناهج التعليم في تونس منذ نهاية القرن التاسع عشر المضحف يضم وثائق نادرة ومراجع فريدة هذا التقرير لمرد لنسه هو متحف فريد من نوعه في تونس وربما في المنطقتين الافريقية والعربية جولة في اجنحته تسبح بخيال الزائر الى عقود خلت امثلة للكتب الدراسية في الفقه والتاريخ والقراءة ونماذج للشهادات التي كانت تمنحها المدارس والمعاهد فارق اصحابها الحياة وحتى بالنسبة للناس الكبار حتى بالنسبة اللاجئين احنا عندما نزول مثلا القسم الخاص بالكتب المدرسية ونطلع على الكتب التي درسنا بها تثير فينا الكثير من الحنين وانت تتجول في المضحف تستوقفك مجسمات لاشكال التعليم التقليدي هنا يجلس المؤدب وسط حلقة من الاطفال وبين ايديهم الواحهم الطينية لكتابة صور القرآن الكريم وبجانبهم مجسم لطريقة العقاب المشهورة في ذلك الوقت على الجانب الاخر مجسم لقاعة التعليم التقليدية التي كانت تعد عصرية آنذاك قبل ان تتغير اسليب التعليم خلال السنوات الماضية هناك ايضا بعض الشهادات مثل ايجازات القديمة التي كانت تسند من الشيوخ الى طلبتهم في جماع زيتونة وفروعه هناك ايضا ما يهم الفترة الاستعمارية وثائق من الاوائل العهد الاستعماري في وسط المتحف انتصب مكتب ابي التعليم التونسي الحديث والوزير الاسبقي محمود المسعدي آلات المخابر القديمة تنتشر في كل مكان من المتحف اللافت هو اهمية الآلات التقنية من اشريطة للتسجيل والتصوير التي كانت تعد حينها من احدث ما ابتكر العقل البشري وهذا يحسب للتعليم العصري في تونس يعني يوم ربما يكون هذا نوع من الاضافة الفريدة من نوحة في افريقيا والعالم العربي بالنسبة لتونس وفي تعصير التعليم سعادة زوار المتحف تتضاعف كلما وجد كتاب نهل منه صغير في العقود الماضية من يزور مدحف التربية من الكبار فان ذكرته ستعود به حتما الى سنوات خلت حيث بدأ مراحل تعلمه الاولى اما الصغار فانهم سيتعرفون على طرق تعليمية اندثرت درس بها اباؤهم واجدادهم مراد الدلنسي تونس الميادين النشر انتهت في ختامية تذكير بالعناوين دمستورة يتحدث عن تمديد محادثات الجليف بشان سوريا الى الاسبوع المقبل عاون يقول ان حزب الله حارب داعش في لبنان وخارجه وسيعود الى بلده عندما تنتهي الحرب على الارهاب وتستخدم كل القوة الغاشبة كل القوة الغاشبة سيسي يكلف الخوات المصرية باستعادة الامن في سيناء خلال ثلاثة اشهر فتحت اتهم حماس بعدما الالتزام باتفاق القاهرة والسنوار يدعو الفصائل الاجتماع عاجل في غزة الميادين ان لا ينطلق حملة انقذوا اطفال اليمن لإيقاظ الضمير العربي والعالمي مزيد من الاخبار على صفحة الميادين في الانترنت الميادين دوت نت وباللغة الاسبانية اسمنول دوت الميادين دوت نت الى اللقاء